الكرة الحلوة تخليك مبسوط البطولات الكبيرة تخليك مبسوط ومستمتع النهاردة العالم كله بيتجمع ويشوف ويتفرج جمال مفيش بعد كده جمال حلوة الكرة بتيجي كل 4 سنين في كاس العالم حلوة الكرة في تجمع العالم كله أو كل أو معظم دول العالم في بطولة واحدة وفي مكان واحد عشان يستمتعوا بالكرة عشان يتجمعوا عشان يتجمعوا شعوب العالم بتتجمع في مكان واحد بيتحكوا بيهزروا بيهتفوا بيشجعوا بيسندوا منتخباتهم دي حلاوة كاس العالم والنهاردة كان فيه افتتاح رائع جدا لكاس العالم افتتاح أقرب للمثالية كل شيء كان رائع كل شيء كان ممتع مفيش حد أنا تبعت مواقع وصحف العالم قبل ما ادخل مفيش حد تقريبا تحدث سلبا عن افتتاح كاس العالم اليوم في قطر 2022 نستالجيا كانت لطيفة بالتمائم كل تميمة في البطولات الماضية في كاس العالم لما ظهرت في الملعب الشاب الرائع غانب المفتاح اللي كان موجود النهاردة مع الممثل الأمريكي الكبير مورجان فريمن اللي عمل شكله وصورة رائعة جدا للإفتتاح الأغاني الأغاني اللي متعلقة فيه ده الأغاني المنديال من 98 ديكي مارتين وشكيرة وخلافه حاجات رائعة النهاردة صورة مثالية للإفتتاح ده كان الافتتاح افتتاح كاس العالم 2022 على أرض عربية حلو إن شاء الله ما تبقاش المرة الأخيرة على أرض عربية بإذن الله وإذن ده في المستقبل نشوف البطولة دي على أرض مصر إن شاء الله بإذن الله إحنا كل حاجة عندنا جاهزة كل حاجة عندنا تخلينا إن شاء الله نستضيف واحدة من أحسن بطولات كاس العالم ده حصل بكرة بعده في 2030-2034 أي وقت نبقى جاهزين إن شاء الله نستضيف بنية تحتية مواصلات حب وشغف من الجماهير للبطولة كل الناس هتخلي البطولة دي عظيمة إن شاء الله في المستقبل زي ما حنفسينا نشوف منتخب مصر بإذن الله عقد مرة أخرى لكأس العالم والمشاركة في كأس العالم البطولة القادمة في 2026 الافتتاح النهاردة مبهج مفرح ده أنت عابت تفرج على التلفزيون النهاردة وإسلام لك واتف مرعب بقى الافتتاح يا بختك ونصيبك وحظك الحلو بس أنت عابت تفرج قدام التلفزيون مبسوط في حالة كده مستلجة لطيفة عملت النهاردة اتعملت النهاردة خليتك تفتكر كل حاجة بتحبها في الكورة المشهد العظيم ده غانب المفتاح شاب من زو الهمم ومعاه مورجان فريمان حاجة حلوة حلاوة دعوة عظيمة للسلام في العالم وإن إحنا نبقى وحدة وحدة الرسالة حلوة بتاعت النهاردة الرسالة حلوة والشخصيات اللي تم اختيارها اختيار مثالي كل حاجة النهاردة زي ما نشايفين كده في الصور كان شكلها مبهج جدا ده الافتتاح بعد الافتتاح أو حفل الافتتاح كان فيه المباراة الافتتاحية لكأس العالم مباراة جمعت المنتخب القطري بصفة صاحب الأرض ومستضيف البطولة والمنتخب الإكوادوري عن قرية أمريكا الجنوبية شخصيا تصورت شكل كبير للمنتخب القطري في هذه المواجهة ليه؟ كنت مسنود على حاجات أول حاجة إن المنتخب القطري ده هو اللي كسبان كأس أسيا من ثلاث سنين المنتخب القطري ده عنده تسع لعيبة من اللي كانوا موجودين فيه كأس أسيا بيلعبوا في تشكيل أسيا النهاردة حارس مرمى المنتخب القطري اللي الجميع النهاردة انتقدوا بعد المباراة كان أفضل حارس في كأس أسيا المنتخب القطري بيستعد لهذه البطولة تقريبا من أكتر من عشر سنين بيجهز جيل وبيجهز مدرب كان موجود فيه سباير وبيطلع لعيبة شباب مميزة وبيحاولي كون المنتخب ده بقاله عشر سنين تقريبا من أكتر كمان وكان بينجح وكان عنده احتكاكات كبيرة في أسيا وفي أمريكا الجنوبية وفي أوروبا وفي كل مكان فتصورت وهي قطر بتلعب بكل هذه الاحتكاكات الكبيرة مع أو انها بتلعب على ملعبها وسط جماهرها انها تعمل مباراة كبيرة في كاس العالم بس بدأت المباراة الكوادور سيطرت طولا وعرضا وسجل انر فالانسيا هدفين في ربع ساعة وقابليهم كان فيه هدف في ديئة الثالثة بس اتحسب قبصات نفس اللاعب فالانسيا طيب ده حصل في الشوت الأول هل الشوت الثاني حصلت ردة فعل قوية ومحترمة من المنتخب القطري لا لسه الأداء مش هو ده باعتراف لعيب المنتخب القطري والموديل الفني بعد المباراة ان القطر ما قدمتش مباراة كبيرة مش أنا يعني نظرتي للمنتخب القطري النهاردة ما كانتش نظرة سيئة بالعكس أنا كان نفسي قطر تعمل حاجة عظيمة بس قطر النهاردة ما عملتش حاجة عظيمة في مباراة الأولى قدام الكوادور وخسرت اللي زعلني النهاردة على المنتخب القطري بصراحة انه على الورق على الورق لو قطر كانت بتفكر تعمل مفاجأة حلوة في البطولة دي فدي أسهل مواجهة نسبيا طبعا ولكوادور مسهلة بس بالمقارنة بالمنتخبين التانيين السنغال وهولندا فدي كانت التلات نقاط اللي ممكن تخلي قطر تروح لنقطة أبعد من دور المجموعات هتقول لي يعني خلص كده قطر فقدت الأمل لا طبعا أنا حتى هذه اللحظة ما زلت مقتنع ان قطر ممكن تقدم مباراة محترمة قدام السنغال وهولندا ليه عشان الصورة اللي حضراتكم شفتوها للمنتخب القطري دي النهاردة مش هي الصورة الطبيعية بتاعتهم هم أفضل من كده اه احنا لو بنين على الصورة اللي زاهروا بيها النهاردة فأكيد مش هتكسب السنغال ولا هولندا بس لو بنين على صورة ماضية لا ممكن تلعب مباراة على الأقل فيها ندية قدام السنغال وهولندا نهاردة الأداء غريب ومدير فني برا واضح جدا انه ما أراش المنافس بتاعهم المنافس المنتخب الإكوادوري وسط ملعب إكوادور قوي جدا انت الوسط بتاعك مش بنفس القوة في الآخر آخر المباراة بدأت تويكن انه لازم ألعب كرات طورية كرات طورية دي مش حاجة لطيفة يعني في الكرة انك تقول تعلق كرات من الدفاع للهجوم بس كرة الوحيدة في المباراة اللي كان فيها خطورة للمنتخب القطري كانت لمنتاري لما جات له كرة طورية من خط الدفاع كرة اشتمت رائحة الخطورة الوحيدة في المباراة الوحيدة طيب هنا كان فيه أخطاء فنية في المباراة وهتكلم فيها كتير مع صديق العزيز محمد عبدالوهاب بعد شوية في الفقرة الأخيرة من حلقتنا النهاردة فنية قطر ما كيتش في أفضل أحوالها أتفهم نسبيا ان دي مشاركة أولى في كأس العالم ضغوط كبيرة جدا بتلعب على ملعبها مفيش خبرات كبيرة في اللعبة في المباراة الكبارية وإن كان يعني قطر لعبة مباراة ودية كثيرة أو حتى رسمية في كاس كوبا أمريكا أو حتى في كاس أسيا بس ماشي أول مباراة تعدي وإن كانت المفروض كيهتبقى زي ما قلت لكم الأقل صعوبة عشان ما تبقى مش عايزة أقول أسهل الأقل صعوبة في المنتخبات التلاتة المفروضة وغيرهم المنتخب القطري اشتركوا في القناة